السلام عليكم ورحمة الله نجدد التواصل لتصحيح أعمال يوم أمس والتي كانت تتضمن أسئلة فهم المقرؤ وتمارين لغوية داعمة فهيا على بركة الله لنرى ما ذا جاء في التصحيح بداية مع النص سأقرأه عليكم استمعوا سكن قرد شجرة تين أغصانها العالية التي تطل على بحيرة ويوما بينما هو يأكل ويتلذذ بثمارها سقطت منه حبة في الماء أعجبه الصوت الذي أحدثته فأخذ يلقي بالحبات في البحيرة وكان فيها غيلم ذكر السلحفات يلتقطها ويأكلها وقد ظن أن القرد يتعمه فرغب في مسادقته وبعد حين ألف كل منهما الآخر واستأنسا ببعضهما طالت غيبة الغيلم عن زوجته فجزعت وخافت أن يكون قد أصيب بسوء فحدثت جارتها بذلك أجابت هذه الأخيرة بحزن إن زوجك في الطرف الآخر من البحيرة يتسلى مع قرد ولن يعود إليك حتى نجد حيلة تهلك القرد سنرسل إليه من يخبره بأنك على فراش الموت جاء الغيلم مسرعا يسأل زوجته المتمارضة عن حالها فأخبرته الجارة بأن الأطباء يأسوا من حالتها وأنه لا شفاء لها إلا إذا حصلت على قلب قرد جاء الغيلم مسرعا يسأل زوجته المتمارضة عن حالها فأخبرته الجارة بأن الأطباء يأسوا من حالتها وأنه لا شفاء لها إلا إذا حصلت على قلب قرد فكر في حزن وصمت ثم عاد إلى شاطئ البحيرة حيث يقيم القرد فقال له لقد أكرمتني كثيرا وأنا أدعوك لتزورني في بيتي لتناول وجبة شهية انزل واركب على ظهري ولا تخف من الغرق في وسط البحيرة تكرر توقف الغيلم لأنه شعر بقبح ما ينوي فعله فهو سيرد المعروف بالأذى وشك القرد في الأمر وساء ظنه نظر حوله فلم يجد غير الماء يحيط به من كل جانب فسأل صديقه ما لي أراك مهموما شاردا كأنك تحدث نفسك الغيلم اشتد المرض على زوجتي ونصحها الأطباء بقلب قرد فهم القرد نية صديقه وأجابه في الحال ولما لم تعلمني بالأمر وأنا في بيتي حتى أحمل قلبي معي إننا نحمل قرد إذا خرج أحدنا ترك قلبه في مسكنه فإذا شئت فرجع بي حتى آتيك به فرح الغيلم فرحة كبرى ورجع يسبح بالقرد بأقصى سرعة وكالمعتاد سنبدأ أولاً بالإجابة وبتصحيح أسئلة الفهم ومع أول تعليمه والمطلوب هنا تحديد نوعية النص وأيضاً ذكر كاتب هذا النص والجواب هذا النص سردي وكاتبه هو ابن المقفع ننتقل إلى التعليمة الموالية وهي اقتراح عنوان للنص ولقد قدمت لكم هذه الاقتراحات التعليمة الثالثة تقول بأن أحداث هذا النص وقعت في مكانين مختلفين فما هما؟ المكانان هما ضفة البحيرة ووسط البحيرة أيضاً جاء في السؤال الرابع لماذا رغب الغيلم في مساحبة القرد؟ لماذا أراد أن يتخذه رفيقاً وصديقاً؟ رغب الغيلم في مساحبة القرد لأنه استفاد مما كان يلقيه من تين في البحيرة وقد ظن أنه يكرمه ويقدم له الطعام؟ في هذه التعليمة الخامسة السؤال يقول ماذا نتج عن صداقة؟ الغيلم مع القرد؟ ما هي النتائج التي ترتبت عن هذه الصداقة؟ نتج عن هذه الصداقة إهمال الغيلم لأهل بيته والغياب عنه مدة طويلة مما أعطى فرصة للجارة الشريرة في التدخل وتدبير مكيدة كادت تقضي على القرد السؤال التالي وهو السادس لماذا تولت الجارة الإجابة عن سؤال الغيلم بدلاً من الزوجة؟ تولت الجارة الإجابة لأن الزوجة تدعي المرضى الشديد فلا تستطيع الكلام وأيضاً لأنها فكرة الجارة وهي التي تملك الجرأة لتقول شيئاً كهذا كما أنها كانت تخاف أن تخطئ الزوجة في الكلام فيكتشف الغيلم خطتها ومكيدتها المدبرة ما هي الطريقة التي كان ينوي الغيلم القضاء بها على القرد؟ والمطلوب أيضاً علل جوابك كان الغيلم ينوي القضاء على القرد بإغراقه فقد قال له اركب على ظهري ولا تخف من الغرق دن هو كان يفكر في الغرق فطبعاً القرد لا تعرف السباحة آخر سؤال في الفهم وهو لماذا فرح الغيلم فرحاً شديداً؟ والجواب هو فرح الغيلم فرحاً شديداً لأنه سيحصل على دواء زوجته دون أن يقوم بفعل سيء ويقتل صديقه ولكي لا يرد المعروفة بالأبا ننتقل بعد الفهم إلى تصحيح التطبيقات اللغوية فهيا في أول تعليمة جاء استخرج من أول سطر في الناس إذن سنستخرج ما هو مطلوب في الجدول من أول سطر في الناس وأول سطر في الناس جاء فيه سكان قرد شجرة تين أغصانها العالية التي تطل على بحيرة ويوماً بينما هو يأكل ويتلذذ إذن هذا كل ما جاء في السطر الأول والمطلوب في الجدول المفعول فيه وكتذكير المفعول فيه هو اسم المنصوب يذكر لبيان مكان وقوع الفعل أو لبيان زمان وقوع الفعل وهو يقبل تقدير في أو يحمل معنى في وأيضاً علينا أن نستخرج معطوفاً وطبعاً المعطوف هو كلمة سواء كانت فعلاً أو اسماً هي كلمة أتبعت لما قبلها بواسطة حرف عطف ما المطلوب أيضاً استخراجه؟ نعم النعت وجميعاً نعرف أن النعت هو اسم يتبع ما قبله في الإعراب وهو يصف وينعت هذا الاسم الذي قبله أخيراً البدل إذن البدل هو اسم تابع لاسم قبله ويكون هو المقصود بالحكم في الإجابة لدينا المفعول فيه يوماً وأيضاً بينما المعطوف عندنا فعل يتلدد معطوف على فعل يأكل وحرف العطف هو الواو أما بالنسبة للنعت فأغصانها العالية لأن كلمة العالية تصف الأغصان وتنعتها أما البدل فعندنا أغصانها لأن الأغصان بدل من الشجرة في التعليمة الثانية عندنا استخرج من آخر سطر في النص وجاء في هذا السطر الأخير فرح الغيلة مفرحة كبرى ورجع يسبح بالقرد بأقصى سرعة إذن المطلوب مفعول مطلق الحال شبه جملة الحال جملة فعلية وأخيراً المطلوب هو اسم التفضيل نعرف أن المفعول المطلق هو مصدر منصوب أحرفه من جنس الفعل إذن فرحة فرحة ففرحة مفعول مطلق بالنسبة للحال شبه جملة إذن كيف كان يسبح يسبح بأقصى سرعة إذن بأقصى سرعة هو الحال شبه جملة أما الحال جملة فعلية فكيف رجع رجع يسبح إذن جاء الجواب هنا يسبح فهذا فعل وفاعل ضمر مستتر فالحال جملة فعلية أما بالنسبة لسم التفضيل فهو يأتي على وزن أفعال ومؤنثه فعلا إذن عندنا هنا كبرى وعندنا أقصى التعليمة الثالثة جاء فيها إعراب الكلمات التي تحتها خط في النص إذن لنرى موقع هذه الكلمات في النص حتى نتمكن من إعرابها إعرابا صحيحا الجملة الأولى أو الكلمة الأولى جاءت في هذه الجملة سقطت منه حبة في الماء ما الذي سقط؟ سقطت حبة إذن هي فاعل مرفور وفي الجملة الثانية عفوا لن يعود إليك حتى نجد حيلة تهلك القرد ماذا نجد؟ نجد حيلة فهي هنا مفعول به منصوب الكلمة الثالثة جاءت في هذه الجملة جاء الغيلم مسرعا كيف جاء الغيلم؟ مسرعا إذن اسم نكرة منصوب يبين حالة الغيلم وقت وقوع الفعل لن فهو حال مفردة الكلمة الأخيرة جاءت في الجملة الثالية الثالية عفوا فأخبرته الجارة بأن الأطباء يئسوا من حالتها الأطباء سبقتها أن الناسخ الحرفي فهي اسم هذا الناسخ الحرفي اسم أن منصوب هنا المطلوب حول الفقرة التالية إلى المدارع إذن سنحول إلى المدارع ما يلي شك القرد في وقوف الغيلم المتكرر نظر حوله فوجد الماء يحيط به ثم سأل صديقه عن الأمر فحكى له أن دواء زوجته في أن تشوي قلب قرد بسرعة وعاب الفخ لكنه تمالك نفسه فما أظهر خوفه وبالثبات والحيلة وقى نفسه من الهلاك طبعا فعل يحيط وفعل تشوي هما أصلا في الزمن المدارع وانتبهوا هنا لقد لونت ما فهنا ما ننفي بها الماضي وسنرى بما سننفي المدارع إذن ها هي أفعال الفقرة كلها صارت في المدارع يشك القرد في وقوف الغيلم المتكرر ينظر حوله فيجد الماء يحيط به ثم يسأل صديقه عن الأمر فيحكي له أن دواء زوجته في أن تشوي قلب قرد بسرعة يعي بالفخ لكنه يتمالك نفسه فلم يظهر خوفه وبالثبات والحيلة يقي نفسه من الهلاك انتبهوا ما ننفي بها قلنا الماضي المدارع نفيناه بلم في هذه التعليمة المطلوب هو أن نحول هذه الجملة إلى المضارع ثم إلى الأمر وطبعا مع الشكل التام الجملة هي نجى من الورطة وعاد إلى بيته سالما في المضارع في المضارع نقول ينجو من الورطة ويعود إلى بيته سالما وفي الأمر وفي الأمر أنجو من الورطة وعد إلى بيتك سالما طبعا هنا تلاحظون أن حرف العلة قد حذف من الفعل أنجو وهو فعل ناقص مبني على حذف حرف العلة أيضا عد هذا الفعل الأجوث اختفى هنا حرف العلة التعليمة السادسة والأخيرة سق من الأفعال التالية الأسماء المطلوبة مع الشكل سنأتي هنا بمشتقات من الأفعال الموجودة عندنا لدينا فعل دانا فعل ثلاثي المطلوب أن الصوغة منه اسم التفضيل إذن اسم التفضيل له وزن واحد وهو وزن أفعل دانا أدنى إذن هنا اشتققنا اسم أدنى من الفعل دانا عندنا أيضا فعل سكانة فعل ثلاثي المطلوب أن نشتق منه اسم مكان اسم المكان من الفعل الثلاثي يأتي على وزن مفعل أو مفعل على حسب المضارع المطلوب المطلوب المطلوب